خلي يسمعون حتى أنصار أبو هاشم حتى أنصار سيد مقتدى خلي يسمعون الشعب العراقي مقسوم قسميا بعدين أحكي لكم على القسم الأكبر اللي هو الثالث بس أكو قسميا بالشعب العراقي هذولة قسم يستفيد من النظام وقسم يحفر للمستفيد من النظام حتى يغيره حتى هو يستفيد القسم الأكبر اللي قاعد يتفرج لا ينزل للشارع ولا يحاول يغير ودائما عنده نظرية هذا القسم الأكبر عنده نظرية هو ش رح يتغير هو ش رح يصير الوضع هو هو وما رح يتغير شي زين إحنا ذا نستسلم من هاي النظرية نعوفهم يعني نعوفهم يبوقون لا الحلو أنه هم بايقين ومتقاسمين ويطلعون يقولون أنه إحنا لقينا عثرنا على ملفات فساد وإحنا دا نريد نحاسب عليها دا نريد أنتوا شفتوا فاديون حاسبه وحرامي زين هسه الكل فرحان والكل يصفك أنه محمد الشياع السوداني صار رئيس وزراء تمام زين محمد الشياع السوداني هو مو بأغلب الحكومات موجود مو انتقاصا بالرجال أنا ما لعلاقة بي كشخص أنا اليوم دا أحتي منصب محمد الشياع السوداني صار وزير عمل محمد الشياع السوداني صار وزير حقوق إنسان محمد الشياع السوداني صار وزير صناعة باوي من صار وزير عمل ما سوى شيء لوزارة العمل من صار وزير الصناعة وزارتي صناعة طافية كافي لكم الله مطفين الجوزات من صار وزير حقوق الإنسان احنا الأسوأ للعالم جنة بحقوق الإنسان وما زننا الحمد لله وشكر الفضل منه الفضل الدعواتية اللي هسه أكو هواي دنابق ديصف قولهم الليل والنهار حزب الدعوة إجرح يقضي على الفساد أبو هاشم الله يعين قلبك الله يعينك ها والكل يدري وأقولها ودائما أقولها أنا ما تابع للتيارة الصدري بس أنا ويا المنطقة هسه يجوز عدة عدة هواي حرامية وفاسدين بالتيارة الصدري والرجال قال قال أنا أول واحد أريد أقضى عليهم بس مو مال أنه نجي نصفق ونهوس للحرامية واللي يقول عمي أنا أريد أتقدم أريد أقدم البلد للأحسن نقول لأ تكتر ورعد بالبيت